اشتركوا في القناة 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 الحدود ولا اتفاقية المعابر ولا أصله ولا لأي وضع قائم متفق عليه وبالتالي وهو ده اللي احنا قلناه طب يا جماعة ما اتدخلوا عبر كرما بوسالم هم اللي كانوا موقفين كرما بوسالم ولكن هذا أمر مؤقت ده طبقا للمكالمة ونصها سواء مصريا أو أمريكيا حتى تكون هناك ترتيبات لمعبر رفح وهو ده الشغل الشاغل الآن الشغل الشاغل لمكران والمجموعة العربية اللي بتشتغل عنده والشغل الشاغل لأمريكا أيضا انه من يكون على المعبر حتى يتم ادخال المساعدات من خلال معبر رفح على اسرائيل انت تحمل مسئوليتها كمحتل ومحتل غاشم يقتل ويدمر وبعدين يقولك انت فين يا مصر مصر مش هتساعدك في القتل مصر مش هتساعدك في ترسيخ أمر واقع أو تصفية القضية انت اللي واخد الناس رهائن اوقف القتل أولا انسحب من رفح ارجع للمفاوضات هذا هو الطريق أما ترسيخ الأمر الواقع فهو أمر لن نقبله يعني أتمنى تكون التصريحات دي مش مجرد منورات أتمنى تكون تصريحات سليمة لأنه العالم كله يشاهد الوضع الكارثي الإنساني داخل غزة ومصر مش عارفة تدخل المساعدات ومش قادرة تدخل المساعدات بقدر المستطاع لأنه اسرائيل مصر على ترسيخ مبدأ الاحتلال